النهاردة الأهلي كان في التمرين المساء بيواصل الاستعدادات لمباراة القمة أمام منادي الزمالك الجهاز الفني كان حريص أنه هو وقت الوصول فجر الاثنين أنه يكون فيه تمرين مساء نفس اليوم عشان يكون فيه استشفى وتجهيز بشكل جيد لمباراة يوم الجمعة القادمة النهاردة اللاعبين اجتمع الساعة أربعة العصر في ملعب مختار التيتشي بالجزيرة والجهاز الفني عمل تأسيمة قوية النهاردة في الماران عشان يبدأ يشتغل على الجزء الفني والخطة بالنسبة للمرحلة القادمة تلك النهاردة فيلر عقد جلسة قصيرة مع حسام عشور بالنسبة للمرحلة القادمة بصفته كابتن الفريق ودائماً المزير الفني لما بيحب يرتب بعض الأمور مع اللاعبين بيستدعي كابتن الفريق يتكلم معه عشان تكون رسائل مباشرة لللاعبين بالنسبة للمرحلة القادمة والأمور الخاصة المهمة في الفترة القادمة النهاردة في الاجتماع الجهاز الفني اطمأن على حالة اللاعبين والحالة الجاهزة أو الحالة الفنية والحالة البدنية ومن اللي هيكون جاهز معه إن شاء الله لمبارات القمة عشان يبدأ يشتغل على المجموعة اللي هتكون موجودة إن شاء الله وجاهزة معه في مبارات الجمعة القادمة قبل هذا الاجتماع فيلر دائماً بيكون حريص على الاجتماع بالجهاز المعاون الاجتماع ده بيبقى داخل في تفاصيل إزاي المساعدين بيشتغلوا في التمرين النهاردة على تطبيق بعض التدريبات التخصصية سواء في التسديد سواء في القراط العرضية سواء في تنفيذ الدرابات الركنية سواء في تنفيذ بعض الجمل التكتيكية ده مهم جداً وهو أي جهاز فني داخل على التمرين عارف الحصة اللي هيشتغل عليها الستين دقيقة دي محتاج الجروعات اللي هيشتغل عليها سواء بدنية أو فنية تبقى إزاي فبيبقى دايماً في اجتماعات للمدير الفني ريني فيلر مع المعاونين قبل بداية كل تمرين وليد أزارو كلنا عارفين أنه كان غاب عن مباراة تاكانو سبورت بطل غينية الاستوائية نتيجة إصابة تعرض لها مع المنتخب المغربي أثناء الأجندة الدولية وبعد الوصول المفروض كان فيه أشعة على قدم اللاعب عشان يطمئنه على حالته ومدى استعداده للمباراة القادمة النهاردة ومبارح كان فيه جلسات علاق طبيعي بالنسبة لوليد أزارو وجلسات في الجيم لتجهيزه للمباراة القادمة مباراة نادي الزمالك طيب للمزيد من التفاصيل بينضميلي على الهاتف زميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي ولنا بقى كل الأجواء والكواليس والحاجات اللي هو شافها اللي كان موجود النهاردة عن قرب في ملعب مختار التتشي بالجزيرة مساء الخير يا فاروق مساء الخير عليك يا محمد وعلى كل مشاهدة نادي في كل مكان فاروق يعني الجمهور محتاج يسمع منك ويتطمن الشكل العام للتمرين النهاردة زيارة الكابتن محمود الخطيب لللاعبين وجود مؤمن زكريا وسط الفريق ووسط اللعيبة زميله كل هذه الرسالة النهاردة رصدتها ازاي داخل ملعب مختار التتشي بالجزيرة فاروق طيب انا حاول نعيد الاتصال تاني مع زميل العزيز فاروق صلاح زي ما قلتلكم نهاردة تمرينة كانت مهمة جدا سواء معنوية او فنية او بدنية خلاص انت بتتكلم في عدة تنازلي نهاردة الثلاث المباراة الجمعة فبتتكلم في 72 ساعة خلاص للاستعداد لهذه المباراة حيبان خلال الساعات الجاية مين هيكون عنده جهزية الكاملة لمباراة القمة عندك وليد ازارو عندك رامي رابيعة لا تأكد غياب خلاص رامي ايمن اشرف ايمن اشرف مش هيكون موجود في مباراة القمة لانه بتأكيد حصل على كارت احمر وانزار ثاني في مباراة الكاس فبتأكيد هيغيب عن اول مباراة طبقا للليحة لكن في محاولات لتجهيز محمد دامحمود تجهيز لرامي رابيعة ايضا خلال 48 ساعة القادمة موقف كمان ساعة ديسمير كل هذه الامور هتتم خلال الساعات القادمة عشان نعرف مدى الجهزية بالنسبة للليعبين في مباراة يوم الجمعة القادم قيمة النادي الاهل ان شاء الله تكون شبه مكتمل او مكتملة بنسبة كبيرة جدا يقدر الجهاز الفني يختار العناصر اللي هتمثلوا في هذه المباراة الحضاشة اللي يبدأ بيهم والشكل اللي لعب بالاهل لمباراة تاكانو سبورتي الغيني بيحسسك ان الفترة الجاية في مرونة تكتيكية وفيه شكل تكتيك معين الجهاز الفني بيشتغل عليهم على اللعيبة وفيه اكتر من لاعب بيشتغل على تنفيذ بعض الجمل في الفترة القادمة فيه لعيبة ما كانتش موجودة في مباراة كانو سبورت اي نعم ممكن تكون او صحيح ممكن تكون موجودة في مباراة الزمالك او هدهيب كل ده راجع لي الجهاز الفني السرية في التوقيت ده مهمة جدا السرية في ايه؟ في انك بتنقل تفاصيل التمرين جهاز الفني بيشتغل ازاي مباراة كانو سبورت والمرونة التكتيكية في فكرة انك يعني بتتربأ اكتر من طريقة لعب ده برضه مهم جدا قبل مباراة كبيرة زي مباراة نادي الزمالك فجهاز فن جديد اكيد ليه افكار مختلفة كل الحاجات دي بيخلى عند الجمهور فكرة انهو مش محتاجي يعرف تفاصيل اكتر لكن محتاجي يشوف بقى ايه الجديد في ملعب برج العرب ان شاء الله يوم الجمعة القادم ايه اللي هيحصل ايه التشكيلة ايه طريقة اللعب ايه اللي هيقدمه ريني فيلر في هذه المباراة وان شاء الله بإذن الله يكون التوفيق في صفه وفي صف النادي الاهلي لان عنصر التوفيق والحظ مهمة جدا مع عنصر التحكيم طيب وانا بتكلم برضه في هذه الجزئية بعد مباراة السوبر عندنا سلاسة مباراة في الدور العام قبل الاجندة الدولية بالنسبة للمنتخب الوطني اذا تلعبت يعني اذا اقيمت او اذا المنتخب عنده جهاز فني وهيلعب اجندة دولية هتكون عنده اجندة في شهر اكتوبر فاذا المنتخب عنده اجندة دولية ولعب مباراة الدية في شهر اكتوبر فالدورة يتوقف بعد الاسبوع السالس